قلينا قبل ما ننتقل للمحور الآخر حوالين الأعراض والأسباب خليني يعني أرى مع حضاك بعض من الأسئلة اللي وصلتنا عبر الواتس أب أعاني من التنمل أو التنميل في أصابع القدمين وقد لحظت منذ أسبوعين تقريباً ثم بدأت تنمل في أصابع يدي منذ عدة أيام أرجاء إفادتي يعني رقم واحد أنا بسأل المريض عن متن أنت بتحس بألم أو بتحس بتنميل لو قال لي بحس بتنميل وأكده مش أنا في سكة أعصاب أعصاب يعني الجهاز الكهربائي اللي في الجسم الكهربائي اللي في الجسم الأعصاب حاجة والأوطار حاجة تانية الأوطار بتسبب يا إما حركة اختناء إن أنا مش قادر أفريد إيدي واتنيها أو التهاب إنه هو إحساس بالألم وعدم قدرة على استخدام الإيد لكن التنميل وخاصة في الأصابع الرجل بتبقى غالباً من الظهر يعني بتبقى أسفل الظهر وبنسميه عصب النسا أو عرق النسا الظهر اللي هو للإيد أو للرجل لا ده للرجل يعني لكن بالنسبة لإختناء العصاب ودي إن شاء الله طبقاً لنا حلقة تانية وهي العصاب مجورة للأوطار ده العصاب ممكن يكون سببه يعني فقرات الرقبة أو يختناء في إيه في العصاب لكن هو الموضوع يعني ده موضوع في إيه أعصاب أعصاب يحص الأعصاب وليس الأوطار طيب إيه؟ معنا التليفون طيب طيب السيد عبد الله السلام عليكم سيد عبد الله فضل يا سيد عبد الله علي صوتك شوية لو سمحت يا فن كنت عندي كسر في حالة لا لا الصوت مش واضع علوننا جماعة الصوت في السيديو لو سمحتم أروق أيوة أروق كنت عندي كسر في حالة الصوت بعيد يا فندم يا فندم يا شباب في الكنترول إحنا متسمعين الصوت طيب يا أستاذ عبد الله قرب شوية من المايكروفون بداع التليفون علشان الصوت تتحضك بعيد ولو عاوز تشوفنا من خلال الشاشة وتسمعنا مش هينفع لازم تسمعنا وتكلمنا من التليفون وتأجل المشاهدة إلى لما ينتهي سؤالك وتتابع الدكتور في إجابته بشكل مباشر على التليفزيون سمعني يا سيد عبد الله نعم كده حسين دعيب تفضل تفضل أنا متسمع أنا أعتذر لك يا سيد عبد الله شكرا لك يا فن طيب ما أعراض للالتهاب الأوطار أول حاجة لازم نفهم أن أي ألام في اليد بالنسبة لكف اليد راحة اليد أو ظهر اليد بيبقى 90% هي بسبب الأوطار يعني إذا كان التهاب أو اغتناء يعني أول حاجة إحساس بالألم مش شرط أن فيه أعقل الحركة ولكن إحساس إيه طب لو سخنية دكتور سخنية بقى يداء التهاب أو كده هو أو خدلان بسيط خدلان دي بخلنا في الأعصاب يعني فيه فرق بين الأعصاب والأوطار عشان كده إحنا إيه يعني عاوزين نفرق بينهم أول حاجة المريض أنت إحساسك بالألم إيه خدلان ولا ألم لا يقولك ألم ألم يعني كأنك أنت بتخبط عليه بيحس بالألم لكن العصب ليه إحساس تانية تنميل شك شكة خدلان يبقى ده العصب نحن نتكلم عن الأوطار فالأوطار أول حاجة إحساس إليه بالألم ثاني حاجة أما بيحصل إحساس بالألم بيوقع فيه تورم التورم ده بيجي إعاقة للحركة بعد ذلك بتيجي بعد كده العلامة المشهورة اللي هي قضية اللي هي إحساس حركة الفرقعة إن أنا باتني سوابعي كده هوت آجي مثلا أفردهم يتفردوا كلهم ويجي واحد ما يتفردش زي المنظر بتاع إيدي ده بالزبط يبقى كده في الوطر الأمامي بتاع الصبع الصغير ده فيه اختناء شوية آجي أحركه كده هوت يطق يروح من فرقعة وطالة دي الدرجة التانية لو ما قدرتش أحركه كده وجبت إيدي أية التانية وبدأت ألينه كده بالراحة بالراحة يطلع 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 يبقى دي الدرجة الثالثة لو ما قدرتش ولا بإيدي دي أحركه ولا بإيدي دي ورحت للدكتور والدكتور عطاني بينج أو هو نفسه أحركه كده جامل يبقى دي الدرجة الرابعة الدرجة الرابعة دي يعني دخلنا بقى في كسة عملية عملية لازم تسلل يبقى دي الأعراض اللي هي المشهورة اللي بيحصل لهم ده بس بشكل متقدح أقول لحدك مثلا يعني من خمس ست سنين مثلا ده يقعدت يومينت طاق لما أفتح طاق طاق بعد كده رجعت طبيعي أيوة ده معنى إيه أنا بحاول برضو أجمع حاجات بسيطة معنى إن هي رجعت لوحدها كده هوت بس بتقطاقة دي الدرجة البسيطة اللي احنا اتكلمنا عليها الدرجة الأولى والدرجة التالية دي مجرد لو عملنا كم مادات تلجع عليها أو ريحنا أنا أصدق إنه لما بتحصل وما بترجعش تاني خلاص أنت تعرض صحيح طيب ناخد عبدالله تاني تفضل يا عبدالله سلام عليكم سلام عليكم هلو أيوة هلو أيوة عبدالله ويقول له عبدالله كنت بردت بصمرنا خاف والله جماعة لحظة واحدة يا عبدالله لحظة واحدة لحظة واحدة يا مصطفى أنتوا سمعين في الكنترول بجد يعني نعم طيب يعني دي تاني مرة نفس المتصل يعني نحاول نحاول قدر ما نستطيع بس أنه إحنا نعمل تستل الصوت لأن أنا مسامع والدكتور بحاول يسمع برضه ومسامعين وإحنا عاوزين نساعد الستاذ عبدالله لكن يبدو أن فيه مشكلة عند الستاذ عبدالله طيب مع أنا تليفون آخر الستاذ عبدالله تفضل يا عبدالله أيها دكتور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا عبدالله بعد ذلك أنا عندي سكر من 27 سنة أنا عندي 22 سنة 47 سنة حاجة و40 سنة 27 سنة 27 سنة 40 السكر من 27 سنة أنا عندي 28 سنة هو عنده 42 سنة والله يا جماعة يعني هو عنده السكر من 27 سنة وهو عمره 42 سنة دلوقتي آه تمام بعد ذلك سمعت 47 و27 كنت شكلمت بها شوية يعني أجلتها دلع لزوم صبع الكبير صريماً للعصب لجنب صبع الكبير تسامع دكتور يعني العصب هو بكلم برضو عن العصب مشكلة العصب طيب كميلي عبدالله هل بتحسي بتنميل في الأصابع يعني لا مش تنميل مش تنميل دكتور ألم لما حرك في صبع الكبير بيجي في ألم آه بيحصل ألم لن بيحركوا صبعه الكبير بيحصل في ألم بس هل هل بيتنى هل بيتنى بيفضل ولا ولا بتقدر تفتحه وتقفله لا أحركه عادي آه بس أول ألم بس فقط آه 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 ما هو زي بيحلو حرك كده يبقى أنت أنت عندك الدرجة الأولى من التهاب الأوطار ودي بتيجي زي هنقول بعد كده أن هي مع مرضى الروماتويد ومرضى السكر بتحصل كتير جدا ولكن هنتكلم بقى في أجراءات الوقاية إزاي أنت يعني تقي نفسك من التهاب الأوطار طبعا بالمرة عشان أنت حركة تصلت تريبا ثلاث مرات فان لا ده غير أو مرة هم أتنين عبد الله آه طبعا يعني بداية كأي مريض سكر رقم واحد لازم تنظيم السكر يكون السكر متنظم جدا لأن السكر بيزود التهابات وبيزود التلايوفات بجوار الوطر النقطة التانية أنت مع أي مجهود بسيط لازم تحط إيدك في تلج مثلا لمدة نص ساعة مرتين أو ثلاث مرات يوميا ولو الموضوع مش مرتبط بخطة أو إصابة يبقى تحط إيدك في مية دافية وتحركها حركات إيه دافية ولا ساعة ساعة دي في حالة أنه هو الألم شديد ولسه يعني النتيجة إصابة لكن ألم مزمن وبيسحى منهم يلاقيه والكلام دي بيحط إيده في مية دافية وحركها كتير ده بيدوي بالتلايوفات وبحس أن الأوطار تتحرك على طول إن شاء الله خلينا نحاول يا جماعة نرجع نكلم الأستاذ عبدالله مرة تانية لأن الشباب يقولوا لي عنده إشاعة فمحتاجين نشوفها فأعودين نفهم المشكلة عنده إزاي طيب هل في تشابه بين التهاب أوطار اليد وأعراض أخرى في اليد طبعا لازم نتكر أن الحالة البسيطة اللي هي ما فيهاش مشاكل اللي هي قصدي يعني مش محتاجة أشعات ولا مش محتاجة فحصات بيبقى مجرد أنه هو اختناء في الأوطار أو التهاب في الأوطار لكن في بعض الأمراض الأخرى أو بعض الأشياء الأخرى بتسبب يعني إعاقة لحركة الوطر أن في بعض التورمات الحميدة بتبقى موجودة في الأصابع بيبقى كيس زلالي كيس عظمي بيبقى في حاجة اسمها إنكوندرومة يعني تكييس في العظم بيمنع حركة الوطر شوية ده بقى اللي محتاجين اللي احنا نفحصه بالأشعة العادية وأشعة الرانين المغناطيسي بعض الأمراض الأخرى زي السكر زي ما هو قال السيدة عبدالله النقرص أملاح النقرص بتترصب حوالين الوطر برضو تعمله انتفاخ أو إعاقة في الحركة الروماتويد بيبقى ليه بعض المرض الروماتويد المشهور بتاع المناعة بيبقى ليه بعض البروزات في العظم كده هو بيعمل آلام في الإيد بيشبه الآلام الأوطار لكن التشابه الأكبر إنه هو التهاب الأعصاب لازم نفرق مبدئيا بين الأعصاب وبين الأوطار زي ما قلنا ده إحساس وده إحساس تاني خلاص طيب خلا ناخد سؤال من أسئلة الواتس أب يدي اليسرى تقلمني منذ فترة طويلة وأشتد الأمر منذ شهرين لقيامي بمجهود عليها ويوجد الألم في عضلة الساعد فماذا أفعل؟ يعني هو ذي كل دي يعني كل الشكوى من الألام فقط هي الدرجة البسيطة من التهابات العضلات أو التهابات الأوطار العلاج بتاعها الكمدات إذا كانت مية ساعة أو مية دافية الوضع اليد فيه حاجة اسمها ريست بريس أو يعني الجبيرة اللي هي بتتبع في الصيدلية جبيرة سابتة بنسبت الإيد فيها روحة اليد عدم استخدامها لفترة مثلا أسبوع أسبوعين بعد كده ترجع لطبيعتها خالص ما فيش أي مشاكل خالص مع بعض الأدوية زي وبسط العضلات زي من التهابات بنديها عشان تساعد برضو إيه شوية ترجمة نانسي قنقر